من تونس نشرة الأخبار نشرة السابع صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية وهذه أبرز وأعالونها رئيس الجمهورية يقدم التعازي في طهران للقائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية إثر وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيها مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلقة بجراء مشيك دون رسيد وفي النشرة نستعرض أبرز محاور مشروع التعديل وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية في النشرة أيضا تنسيق بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة حول الإعادة التوعية للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقر بعدم تحقيق الجيش الصهيوني لأي من الأهداف الاستراتيجية للحرب في قطاع غزة إلى التفاصيل مستمعين متابعين أينما كنتم أسهد الله وأوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بطهرانا سيد علي الخامنئي القائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية وقدم له التعازي إتروفات إبراهيم رئيسي الرئيس الراحل للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقه ويواري الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أثراء اليوم في مدينة مشهد مسقط رأسه شمال شرق إيرانا بعدما رسم تأبين جرت في مدينتي تبريز وقمة والعاصمة تهرانا وسط حضور شعبية كبيرة في خبرنا آخر صدق مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على مشروع القانون المتعلق بتنقيه أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيدة والعقوبات المقررة لها ليتم عرضه في أفضل الأجالية على مجلس وهب الشعب أبرز ملامح التعديل والغاية منه في الورقة أتالية اندرج مشروع القانون المتعلق بتنقيه أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملأمة السياسة الجزائية مع خصوصيته كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتدعيته على المستوى المالية وتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص مراجعة العقوبة السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشك على وجه الضمان وإقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بالجلسة ذاتها ومراجعة العقوبة السجنية المحكوم بها من محاكمة مختلفة وتوسيع نطاق إجراءة التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة مرحلة تنفيذ العقاب وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ أن العدد الجملي للمدعين بسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شك دون رصيد قد بلغا 496 مودعا منهم 292 محكوما و204 موقفين استنادا إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل المنقذية وذلك خلافا لما يتم تداوله من أرقام أكبر بكثير وأوضحت رئاسة الحكومة أن عدد القضايا التي شملت المدعين في قضايا إصدار شك دون رصيد بلغت 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شك باعتبار أن كل سك يكون ملف قضية أكذا الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدينج بابلي وجود تنسيق تام بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر التونسية بخصوص المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم مضيفا أن ممثل المنظمة تحولوا إلى مدينة العامرة في ولاية السفاقس وعينوا ظروف إقامة المهاجرين وقاموا بتجيل عدد كبير منهم على قائمات الراغبين في العودة الطوعية إلى أوطانهم وحدات الأمنية هي تعاون في المنظمة الدولية للهجرة وكذلك في تنسيق تام مع شركائها وكذلك مع الهلال الأحمر التونسي في خصوص تعامل مع مختلف الأفريقيا جنوب الصحراء في الراغبين في العودة الطوعية بالتالي يتم تعمير الاستبيانات يتم تعمير العديد من المعطيات الشخصية والخاصة وتم التنسيق فيها مع الهلال الأحمر وكذلك مع المنظمة الدولية للهجرة وشافت عن كثب وشافت عن في الميدان كيفاش قاعدين يعيشوا هؤلاء وقاموا بتسجيل العديد من الراغبين في العودة الطوعية بعض الفرق الجنوب السحراء مضى بيهم معناها يحبوا يرجعوا البلدانهم ويرجعوا عطانهم باعتبار إلي كونوا ثم صد كبير من طرف الوحداتنا خاصة على مستوى حرس السواحل والأقاليم البحرية في حماية حدودنا وحماية السيادة الوطنية وفي نفس السياق أشار الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين جبابلي أن الاستقرار الأمني في المناطق التي تواجد فيها عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين وفرض السلم الاجتماعي وتطبيق القانون على الجميع يبقى من أولويات وحدات الحرس والأمن الوطني نزل وحدات الحرس الوطني ومختلفها هيكل وزار داخلية ثم تميس بين الليل والنهار والعبيت تخدم 24 ساعة على 24 ساعة أولا يكونها لفرض السلم الاجتماعي وفرض الاستقرار الأمني وتطبيق القانون على الجميع وبتالي فإن تحكم وحداتنا الأمنية وخاصة وحدات الحرس الوطني الموجودين في منطقة جبنان وعامرة وخاصة في الأماكن الموجودة فيها الأفرقى جنوب السحراء خاصة التقليص من التوترات التي تنجم توصل إلى صراعات أكبر بينهم ورينا في العديد من الحالات وبعد حتى موقع التواصل الاجتماعي بعض الصور ورينا كذلك تدخل وحداتنا الأمنية لفض هذا النزاع وتم تطبيق القانون على الجميع وخار نهارين اللي كانوا في سلسة ثم تقريبا أكثر من خمسين نفر تم إصدار بطاقات إداع بالسجل في شأنهم من الجنسية الأفريقية جنوب السحراء ابتتحت الشركة التونسية للملاحة أمس خطنا بحريا جديدا باتجاه مينائي لفورنو وساليرنو الإيطاليين انطلاقا من مينائح القلوان لنقل المجروعات والحاويات والسيارات والبضاء المختلفة بمعدل صفر واحدة في الأسبوع أحاليا ويأتي إطلاق هذا الخط في إطار تطوير الشركة التونسية للملاحة لدورها في مجال نقل البضاء وفتح أفاق خدمتية متنوعة إضافية لحروفائها لعول إيصال بضائعهم إلى الموانئ الإيطالية عبر ميناء حلق الواد وأيضا في إطار تعزيزية موقع الشركة في السوق الأوروبي كما انطلقت أمس من محطة الحجيج بمطار تونس قارطاج أول رحلة للحجيج التونسينا والتي شملت 227 حجا وحاجة في اتجاه البقاع المقدسة وتبلغ عدد رحالات الحجيج لهذا العام 42 رحلة سيتم تأمينها من 8 مطارات وخصصت وزارة أشؤون الدينية لفائدة حجيجنا الميامين بعثة مرافقة تضم 520 شخصا بالإضافة إلى البعثات الطبية من جهته أعلن سفير السعودية بتونس عبد العزيز السقر بالمناسبة التوجه نحو الترفيع في حسة تونس من الحجيج بعد استكمال التعداد العام للسكان في خبر آخر قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الأعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة ستة أشهر لكل منهما من أجل جريمة تعامل استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وأعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والأضرار بالأمن العام وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة وأضاف أن المحكمة تقضت أيضا بسجن كل من بسيس وزغيدي مدة ستة أشهر أخرى من أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والأضرار به ماديا ومعنويا نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين في الشأن الفلسطينية انسحبت فجر اليوم قوات الأحتلال الإسرائيلي من مدينة جينين ومخيمها بالذفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت يومين وأصفرت عن استشهاد 12 فلسطينية وإصابة 25 آخرين وفي اليوم الثلاثين بعد المائتين من الحرب على غزة وصلت آلة الحرب الصهيونية قصفة عدة مناطق من القطاع مرتكبة ست مجازر جديدة وهو ما رفع حصيلة الشهداء إلى 35709 منذ السابع من أكتوبر الماضية كما أقدمت قوة الاحتلال على أحرق مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في شارع حمدان بمنطقة الفلوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وكان الجيش قد فرض حصارا خانقا على تلك المراكز 11 يوما قبل أن ينجح النازحون في الخروج من مراكزهم وسط إطلاق نور كثيف بحثا عن مكان آمن ورغم حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يشنها الكيان الصهيوني بكل وحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة إلا أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بات على يقين بأن حكومة نتنياهو فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من الحرب على غزة أكثر تفاصيل في الورقة التالية ليسين فغالي قرر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بعدم تحقيق جيش بلاده لأي من الأهداف الاستراتيجية للحرب في قطاع غزة وقال أن حكومة نتنياهو لم تنجح في التواصل إلى صفقة لاستعادة الأسرة ولم تتمكن من إسقاط حركة حماس وفي بداية الحرب المدمرة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة حددت حكومة بنيامين نتنياهو ثلاثة أهداف لها وهي القضاء على حماس عسكريا وسلطويا وإعادة المحتجزين وضمان أن لا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل ويوجه نتنياهو اتهامات من داخل مجلس الحرب ومن المعارضة وعائلة الأسرة بتغليب مصالحه السياسية عبر المماطلة في إبرام صفقة لاستعادة الأسرة الإسرائيليين في غزة في غضون ذلك انزل قلكيان الصهيوني أمس إلى مزيد من العزلة الدولية بعد إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين على أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من الشهر الجارية وبذلك يرتفع عدد الدول التي اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبل الكيان الصهيوني قرر إسبانيا والنرويج وإيرلندا بغضب شديد حيث استدعى سفراء الدول الثلاث في تل أبيب لتوبيخهم بشدة كما استدعى سفراءه لديها لتشاور في المقابل رحبت كل من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس وجامعة الدول العربية بإعلان الدول الثلاث واعتبرته خطوة تاريخية على طريق تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف نقطة نهاية هذا الموهد الأخباري المفصل نعود مستمعينا مشاهدنا الكرام إلى إجازه في عنوين رئيس الجمهورية يقدم التعازي في طهران للقائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية إثر وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيها مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلقة بجراء مشيك دون رصيد في النشرة أيضا استعرضنا أبرز محاور مشروع التعديل وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية تنسيقنا بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة حول الإعادة التوعية للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقر بعدم تحقيق الجيش الصهيوني لأي من الأهداف الاستراتيجية للحرب في قطاع غساء أجمل تحيات كوتراركوبي إلى اللقاء